نشاط الظاهرة من التلفزيون المصري مرحبا بكم ومرحبا بك رغضا أهلا بك محمد وطبط أوقاتكم بكل الخير أعقد سيد الرئيس عبد الفتح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وذلك بحضور رؤساء منظمات المجتمع المدني من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وذلك لاستعراض نشاط التحالف الوطني منذ انتلاقه في مطلع العام الحالي كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا لستعراض مستجدات مشروعات وزارية خاصة بوزارة النقل والموقف التنفيذي لمراحلها الانشائية اجتماع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وذلك بحضور رؤساء منظمات المجتمع المدني من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تنول استعراض نشاط التحالف الوطني منذ انطلاقه فقط مطلع العام الحالي والذي يتكون من 24 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وقد تم في هذا الإطار استعراض جهود التحالف الوطني في المجال الخيري والتنموي على مستوى الجمهورية في إطار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي للدولة لخدمة الفئة المستهدفة وذلك بالتنصيق والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وقد أعرب السيد الرئيس عن التقدير للنشاط الاجتماعي الخاص بالتحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي الذي يضم أبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الاهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة في مساعدة محدود الدخل على امتداد الجمهورية ويعد ركنا هما في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية خاصة في ظل ظروف الاقتصادية العالمية الحالية والتي أثرت على العديد من القطاعات خاصة الغذاء بما يدعم الجهود التدموية المتواصلة للدولة والتي كان آخرها حزمة الدعم الاجتماعي التي وجه بها السيد الرئيس مؤخرا وقد وجه السيد الرئيس بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف بمقدار مليار جنيه إضافية لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي تزمنا مع كون العام الحالي 2022 عاما خاصا بالمجتمع المدني وسعيا لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة وقد وجه السيد الرئيس أيضا بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطني ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلي وليكون جزءا أساسيا من جهود التحالف وذلك بهدف توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين في نطاق نشاط عمل المؤسسات الخيرية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق كامل الوزير وزير النقل الاجتماع تناول استعراض مستجدات مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية والموقف التنفيذي لمراحلها الإنشائية وقد عرض الفريق كامل الوزير في هذا الإطار جهود تطوير والتحديث المتواصل في منظومة النقل العام بكافة عناصرها على امتداد الجمهورية وذلك على المستوى التنفيذي والإنشائي وكذلك المراحل المستقبلية لمختلف المشروعات فضلا عن توفير الموارد التمويلية كما استعرض السيد وزير النقل أبرز مشروعات قطع النقل في مدينة شرم الشيخ خاصة تطوير ميناء شرم الشيخ البحري لدعم إمكانات المدينة السياحية فضلا عن التطوير الجاري بمطار شرم الشيخ من مرافق رئيسية وممرات الطائرات وذلك في إطار تطوير الشامل للمدينة استعدادا لصدافة القمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل حيث وجه السيد الرئيس بسرعة إنهاء كافة أعمال التطوير لمرافق المدينة تجهيزا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة العالمية كما وجه السيد الرئيس بزيادة اعتماد مشروعات وزارة النقل على المكونات المصنعة محليا والمطابقة للمواصفات العالمية وذلك بالاشتراك والتعاون مع القطاع الخاص أخذا في الاعتبار ما تمثله منظومة النقل من مكون جوهري للنهوض بالبنية الأساسية للدولة كما تم أيضا استعراض خطط وزارة النقل لتحقيق الاستفادة المسلى من قطع الأراضي غير المستغلة التابعة للوزارة خاصة في منطقة شرق القاهرة وذلك بتحويلها إلى أنشطة خدمية وتنموية وتجارية إلى جانب إقامة مبان خاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية تنفيذ لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أقلع طائرة نقل عسكرية مجهزة طبيا متجهة إلى قاعدة بنين العسكرية بمدينة بني غازي ليبيا لنقل العشرات من المصابين بحالات حروق مختلفة إثر حادث انفجار شاحنة وقود لتلقي العلاق بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل تنفيذ لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار تضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق إثر انفجار شاحنة وقود بمدينة بنتبي ووقوع عدد من المصابين أقلع طائرة نقل عسكرية من طراز 130 مجهزة طبيا من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى قاعدة بنينة العسكرية بمدينة بني غاز الليبية لنقل العشرات من المصابين بحالات حروق مختلفة إثر الحادث لتلقي العلاق بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل ودفع الأطقم الطبية بالأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة على متن الطائرة وتم نقل المصابين من قاعدة شرق القاهرة الجوية من خلال عدد من عربات الإسعاف المجهزة طبيا وقامت إدارة الخدمات الطبية على الفورة برفع حالة الاستعداد لمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل تلقينا نبارح أوامر من القيادة العامة لقوات المسلحة برفع دراجات الاستعداد لاستقبال مصابين من دولة ليبيا الشقيقة وتلقينا كل الدعم من هيئة مدادة التموين وإدارة الخامات الطبية لكي نكون في استقبال عدد الإصابات الكبيرة والحمد لله إحنا كنا جاهزين في استقبالهم استقبالنا الحالات وتم عمل اللازم ليهم وتم تسكين الحالات حسب درجة خطورتها اللي محتاج الرعاية راح الرعاية واللي محتاج الرعاية متوسطة تم تسكينه في اسم الرعاية المتوسطة نشكر القوات المسلحة والقيري سيسي وقدرهم نستشفى المقدمونين مع الحسن العناية وبارك الله فيه نبدأ نوجه ديمة القوات المسلحة وبارك الله فيه ما قصراش عظام واجبهم واستقبال كوي يستقبالنا فيه الحمد لله الأوضاع كلها مستقرة حتى العينين الفرعية كلهم الحمد لله من فضل ربنا أوضعهم مستقرة تماما وبدون أي إصابات فيها تهديد الحياة رغم ارتفاع نسب الحروق للنسب عالية جدا وحروق عميقة كلها ولكن الحمد لله الأوضاع كلها مستقرة من فضل ربنا يأتي الإخلاء الطبي للمصابين تأكيدا على الدور المصري المحوري ومساندة لجهود الدولة الليبية في تجاوز كافة الأزمات التي تواجهها هذا وتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة عن خالص تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل مرحبا من جديد دعا زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدري إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان العراقي الحالي وقال الصدري أن الأمر لا يتعلق بالسلطة وأنه لم يقرر حتى الآن خوض الانتخابات الجديدة من عدمه وأكد الصدر أنه لم ولن يرضى بإراقة الدماء مطالبا في الوقت ذاته المعتصمين بالبقاء والاستمرار لحين تحقيق المطالب كان الطيار الصدري قد دعا أنصاره لإنهاء الاعتصام داخل قاعد جلسات البرلمان والإبقاء عليه في باحته وخارجه في حين دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الحوار لإنهاء الأزمة الحالية أعلان لبنان الحداد الوطنية وتنكيس الأعلام على القصر الجمهوري والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى ثانية الانفجار مرفأ بيروت بدوره أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني ناجيب ميقاتي ضرورة معرفة الحقيقة الكاملة وراء الانفجار قال ميقاتي إن ميزان العدالة لن يستقيم دون معاقبة من سماهم المجرمين مشدد على أنه لقيمة للبنان دون تحقيق العدالة الناجزة مهما طال الزمن هذا ويحيي لبنان اليوم الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت وينظم أهل الضحايا ثلاث مسيرات تنطلق الأولى من أمام قصر العدل بينما تنطلق الثانية من مقر فوق الإطفاء والثالثة من وسط بيروت أصولا إلى المرفأ وأشهد مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 انفجارا ضخما أودى بحياتي أكثر من 200 شخص وتسبب في إصابة أكثر من 6500 آخرين كما ألحق دمارا واسعا بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة يأتي ذلك وسط مطالبات بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانفجار الذي يعد من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم بدأت الصين تدريبات العسكرية حول تايوان بحسب ما أعلن التلفزيون الحكومي الصيني في أكبر مناورة يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط الجزيرة تتعادي المناورات ردا على زيارة قامت بها رئيسة مجلس أنواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان واعتبرتها بكين استفزازا خطير يجيء ذلك في الوقت الذي أفدت فيه وزارة الدفاع التايوانية بأن القوات الصينية أطلقت صواريخ باليستية عدة في المياه المحيطة بتايوان خلال تدريبات عسكرية ونددت وزارة الدفاع التايوانية بما حدث ووصفته بتصرفات طائشة تهدد السلم الإقليمية هذا وحذر وزراء خارجي الدول جنوب شرق آسيا من أن الأزمة بشأن تايوان قد تؤدي إلى نزاعات مفتوحة وفي بيان مشترك صادر عن وزراء رابطة دول جنوب شرق آسيا أوضح الوزراء أن الوضع يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة وبالتالي قد يؤدي إلى حسابات خطئة ومواجهات خطيرة وعواقبة لا يمكن التنبؤ بها بين القوى الكبرى وفيما له صلة أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنه تم إلغاء اجتماع بين وزير خارجيتها ونظيره الياباني على همش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا في كامبوديا وقالت الخارجية الصينية إن بكين تشعر باستياء شديد من البيان المشترك الذي أصدرته دول مجموعة السابع بشأن تايوان كان وزراء خارجيات مجموعة السابع ومن بينهم اليابان قد دعوا أمس الصين إلى إنهاء التوتر في مضيق تايوان بطريقة سلمية تعهدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ونظيرها الكوري الجنوبي بدعم الجهود المبذولة للحفاظ على قوة ردع قوية ضد كوريا الشمالية وتحقيق نزع سلاحها النووية وصدر بيان مشترك بعد اجتماع بيلوسي ورئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية كين جين بيو في سول أعربا فيه عن مخاوفهما من تطور التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية أضاف البيان أن الجانبين اتفقا على دعم جهود البلدين لتحقيق نزع السلاح النووي الفعلي والسلام عبر التعاون الدولي والحوار التبلوماسي من جانبها حذرت كوريا الشمالية من أنها لن تتهاون مطلقا مع انتقادات الولايات المتحدة لبرنامجها النووي وصفة واشنطن بأنها محور انتشار الأسلحة النووية وأكدت كوريا الشمالية أنها لن تسمح بأي انتهاك لحقوقها السيادية يذكر أن كوريا الشمالية قد أجرت تجاربها صاروخية بوتيرة غير مسبوقة هذا العام وسط توقعات بأنها تستعد لتجربتها النووية السابعة وهي الأولى منذ 2017 أقرى مجلس الشيوخ الأمريكي انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو وصوت 95 من أعضاء الكونغرس لصالح انضمام الدولتين مقابل معارض واحد الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة الدولة الثالثة والعشرين من أصلي ثلاثين ذات العضوية في الحلف التي تقر الانضمام رسميا هذا وأشهد رئيس الأمريكي جو بايدن بعملية الإقرار السريع لمجلس الشيوخ التي تعد الأسرع منذ عام 1981 غادرت السفينة الأوكرانية المحملة بالحبوب السواحل التركية في طريقها إلى ربنان كان فريق مشترك من المسؤولين الروس والأوكرانيين قد قاموا بتفتيش السفينة عند مدخل مضيق البصفور للتأكد من طبيعة الشحنة تبقى للاتفاق الذي تم توقعه بين أوكرانيا وروسيا برعاية تركيا والأمم المتحدة والذي يسمح بموجبه بتصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانيين ختم نشرة الظاهرة ولقام إخبار ينتالي في أثانية بتوقيت القاهرة وبالإمكان متابعة البث الحي لنشرتنا برامينا المزيد من الأخوار عبر موقعنا الإلكتروني مسبيرو وضاطيجي إلى اللقاء إلى اللقاء